لكن عشان اطلع الدورة اللي احنا بنشوفه وفرحلين بيه والقامح وغيره في قصة كفاح قبلها يا جماعة قصة كفاح في استصلاح الارض توصيل المي توصيل الكهرباء التقاوي تركيب المحصولي البحوث قصة يا جماعة قصة كبيرة جدا 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 احنا بنشوف اخر لقطة بنشوف المنتج الاخير في وراها بلاك بوكس شغل لناس وعرق ناس وغيره لازم ندي الناس حقها عشان خطر احنا فعلا بنعمل شغل فعلا الدولة بتقدم انجازات انا اراها غير مسبوقة وده بيزعى الناس يغبط رأسهم في الحيطة ارى ان الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية وتقوم بها الدولة المصرية انجازات غير مسبوقة في كل المجالات وفي كل مناحي الحياة لكن هناك من يبتز كل من يروج لهذه الانجازات احنا بنتعرض لابتزاز دائم بقول اه احنا من نتحدث عن الواقع وعن الحقيقة اللي بننقلها لحضراتكم يعني انا بنقل لحضراتكم كلام بالصوت بالصورة بالفيديو انا بكون موجود في موقع الحدث وبقول لزميلي دايما يعني انا يا جماعة بروح افتتاح بكون موجود شايف بعيني مش سامع بوداني وباجي بنقل لحضراتكم بنقل دائم في نفس اليوم عايز انا نقل في نفس اليوم ولزلك بابقى حريس ان اشوف الحاجات دي بنفسي واجه اقول لكم عشان الناس تعيش اللحظة ويعرف ان البلد شغالة مش نايمة علشان اقول وانقل لحضراتكم ما اراه بعيني اتعرض انا وزملائي لابتزاز صريح وضيع ورخيص من كتائب جاهزة مجهزة للهجوم على كل واحد بيتكلم يقول الدولة دي ماشي صح عشان اقول الدولة ماشي صح عشان اقول انه عندي انجازات حقيقية عشان انقل لحضراتكم مشروع في الزراعة ولا في الصناعة شوف التعليقات تحت بص عليها وشوف شوف الشتائب والسباب والقلة الادب اللي بتواجهها الدولة وقيادتها واعلامها على مدار الساعة عشان بنقول يعني انا ما اطلع اقول يا جماعة احنا زرعنا 800 الف فتان شايفهم بعيني يعني انا شوفت بعيني الزراعة ونقلت لحضراتكم وانا قاعد مش في الستوديو قاعد في المزرعة في الحقل في الارض في الغطان مع الناس كلم العمال المصريين المهندسين وبنقل لحضراتكم بروح المصنع بعض مع العمال والمهندسين والناس وبنقل لحضراتكم بقول اللي بشوفه وبعلق يطلع تحت اه ما هو التطبيل اه ما انتم تاخدوا مش عارف ايه يا سيدي انا بكلمك انا لو انقل لحضراتكم في مرة عايزة تجرأ مرة وانقلكوا كده تعليقات الناس او سباب البعض او الشتام البعض او تهكم البعض يمثل ابتزاز رخيص لكل من يتكلم بالحق عن الدولة المصرية هذا الابتزاز لن يخفنا بالمناسبة لن يخفنا بالمناسبة اعلم تماما انه هذا الابتزاز وهذا الرخص وهذا تطاول علينا عندما نتحدث عن الدولة المصرية بيمثل تأكيدا اننا نسير في الطريق الصحيح لانه